عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا سنائيا مع مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات حيث تنول معا الجوانب الإنسانية والأمنية للأزمة في قطاع غزة تطرق الاجتماع لمسارات التحرك المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطينية وكذا تنسيق جهود تعزيز حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع وشدد شكري على ضرورة تبني الأطراف الدولية مثل دول الاتحاد الأوروبي لمواقف قاطعة إذا تحقيق الوقف الفوري الشامل لإطلاق النار باعتباره المسار الوحيد لاحتواء الأزمة الإنسانية في غزة وكذلك فيما يتعلق بالرفض القاطع لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم